في خضم الحديث عن تدريبات عسكرية إسرائيلية تحضيراً لمهاجمة إيران رفضت واشنطن طلباً إسرائيلياً لتسريع تسليم ناقلات التزاود بالوقود مسؤولون أمريكيون قالوا أن طلب تسريع تسليم الناقلات رفض لأنه من المرجح أن تكون أولى الطائرات جاهزة في نهايات عام 2024 ووفق المسؤولين فإن موضوع توقيت تسليم الناقلات يمثل قضية حاسمة في مخطط إسرائيل لقصف المنشآت الإيرانية قدم وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانتس طلباً الأسبوع الماضي عندما التقى بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لتسريع تسليم ناقلات التزاود بالوقود التي يمكن أن تكون حاسمة في قصف المنشآت النووية الإيرانية وقبل الطلب برفض أمريكي صحيفة نيويورك تايمز كشفت أن مسؤولي إدارة بايدن يشعرون بالقلق من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت يحاول أحياء التهديد بضربة عسكرية ضد إيران بعد أن جادل بأن الدبلوماسية قد فشلت وأن البلاد أقرب من أي وقت مضى إلى عتبة القدرة على بناء السلاح النووي من جهاتهم يقول مسؤولون إسرائيليون أن بنت وضع ميزانية كبيرة للتدريبات على الهجوم الجوي وجادل بأن أي جهد لاستعادة الاتفاق النووي سيؤدي إلى صفقة معيبة من شأنها أن تسمح لإيران بالإسراع في صنع قنبلة في عدة مناسبات خلال إدارة أوباما كان الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو على وشك أن يأمر بضربة لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة والسبب كان الخوف من خرق لا يمكن أصلحه مع واشنطن كما تقول الصحيفة في مارس طلبت إسرائيل وفقا نيويورك تايمز ناقلات جديدة من طراز كي سي فورتي سكس والتي ستستخدم لأعدة تزويد قادفاتها بالوقود في الجو ما سيسمح لها بالوصول إلى أهدافها في إيران والعودة ومن المتوقع أن تقدم بوينغ ثماني طائرات مقابل أكثر من ملياري دولار مع التسليم الأول المقرر في أواخر عام 2024 يبلغ عمر الأسطول الإسرائيلي الحالي من الناقلات أكثر من خمسين عاما ويعتمد على طائرات بوينغ سفن أو سفن أما الأسطول الجديد من الناقلات كي س فورتي سكس وفقا نيويورك تايمز يمنح إسرائيل نطاقا وقدرة أكبر بكثير لأنه يمكنه تزويد الطائرات المقاتلة والقاضفات بالوقود وأيضا تلقي الوقود أثناء الرحلة اشتركوا في القناة